أهلا بكم في مدينة سنسينات في ولاية أوهايو وتحديدا في أكبر مركز إسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يستقبلك بفن عمرته الإسلامية وهندستها الشرقية تفاصيل تعكس حضارة آلاف السنين فكل شيء هنا يقدم صورة جميلة ومشرقة بدأت في العصور القديمة ورفقتنا إلى يومنا هذا خصائص التصميم الخارجي مستوحات من حقباتين هامتين في التاريخ الإسلامي الأولى تمثلت في العصر الأموي حيث تأثرت المباني بشكل كبير بالدين الإسلامي والنهضة العلمية كما نرى بصمات من العصر الأندلوسي في بعض التفاصيل وهذا يعكس أجواء إسلامية شرقية على الهندسة المعمرية للمركز يقدم المركز العديد من الخدمات الدينية الاجتماعية والثقافية كما يشجع على الحوار البناء بين مختلف الأديان حيث يستقطب سنويا ألاف الزوار لتقديم ورش عمل دينية ساهمت في تحسين وضع المسلمين وحصدت بيئة كلها احترام ومودة ضمن مجموعة من البرامج للمسلمين أو لكل من يحتاجها نركز على برامج الخدمات الاجتماعية التي تهتم بالعائلة فبرنامج رحمة الاجتماعي مبادرة لبناء علاقة صداقة في المجتمع لتواصل والحوار بعيدا عن مشاكل الحياة والضغوطات اليومية بفضل مسيرة مكللة بالجهود عمرها أكثر من ثلاثين عاما أصبح المركز صرحا معمريا ثقافيا ودينيا فمنذ افتتاحه تعمل إدارته على بناء علاقة قوية بين الأديان والتفاهم بين الثقافات إيمانا منها بالمساواة لحياة صحية ومنتجة للجميع فأبواب المركز دائما مفتوحة لتطوير شراكة جديدة تقوم على التفاهم المتبادل والقيم المشتركة نعمر على بناء جسر بين الجميع دون تفرقة فهناك الكثير من سوء الفهم بين الأمريكيين حول المسلمين والعكس فدورنا هو ترميم الفجوة لأن النقاط المشتركة أكثر من الفروقات لكن للأسف في بعض الأحيان نركز فقط على الخلافات وتبقى رسالة دعوة لفهم الآخر من خلال حوار بناء وفعال لإقامة العدالة الاجتماعية كي يتحول هذا الحلم الجميل إلى واقع مروان زعتر لبرنامج اليوم على الحرة من مدينة سنسيناتي في ولاية أوهايو